قرية بوذكاك ببلدية الشقفة بقايا الزمن الاشتراكية وأطلال قرية فلاحية كانت في زمن ما نمو دجل للقرى المجاورة قبل أن تبتلع الفوضى وتطمس كل معالمها في 2080 كانت من أحسن التجمعات وأحسن المنشآت على مستوى إليه جيجل بحيث أنه في هذا المكان بدت كانت كنظار الشباب كينفرع الإيضاري ومركز البريد كل المنشآت هذه كانت تخدم وتعمل بطريقة مباشرة لم يبقى من المعالم التي تشير إلى جميل زمانها إلا هذا العمود الإسمنتي الذي قاوم الزمن حاملاً الكتاب والشمس والسنبلة يقال أنه كان محطاً بالورود قبل أن يغرق في القمامة كل هذا الجمال زال للأسف الأسباب كما قلنا شوية إهمال شوية تقاعس ممكن تني من النخبة هنا في قريت بول عناب لأنه ما المفروض كينناس يحافظوا على الأقل على هذا الإمتياز كان الضوء وكان كل شيء بعد رابط وعندما يحوز على الوعد أطلال مرافق لم يبقى منها إلا هذه اللوحات المعلقة عجزت الفوضى أن تتسلق إليها وبرغمها أطلال هي منشغلة بمهام أخرى ساكن في البريد من القرية تعبو ذكك من اللي يريبوه الإرهاب ووحد ما يخدمه ووحد ما شوف معه جيت ليه نسكن فيها بياب العائلات ما عنديش ساحل البديل ما عنديش هنا راح نروح كما يقوله ضيق وما يقول مشاكل عائلية وقدر الإنسان كما يقوله درق راسه هنا كما يشوف فيها في ساكن مزرمة ما كانش هنا راح يروح ولا كذلك ساكن فيها واحد ندرق راسه حتى نفرج ربي ماء بالتقطير وطرق تأكلت عن آخرها وصحة مريدة هي الأخرى بحاجة إلى طبيب يلوم بقاياها إنه تماني الله همره ما يدرح الفاكسة للطفل الفاكسة ما كايش باي ديرح الطفل يديرح الفاكسة سيطلع للشكسة هو ما زال مستمر فيها لكن بأدنى الخدمات بحيث إنسان ربما في كثير من الأحيان يضطر ويروح للطاهير ويروح للشكسة يطلب خدمات على العلاج بذكاك كل الزوايا والأزقة تؤكد أنها كانت بكل المقييس قرية للحياة قبل أن تتحول إلى دوار للمعاناة ودشرة لا بسمة فيها للاشتراكية ولا للرأس مالية ترجمة نانسي قنقر